السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل أول يوم سوينا رياضة ثاني يوم نركز على رجلينا يعني على الساقين أما نحافظ على عضلات الرجل ونسوي نفس التماري اللي مسويها قبل وأما نحسن قوة الساقين وهي الرياضة مال الساقين مو بس جمالية أو أستاتيك وإنما يزيد الميتابوليزم يعني التمثيل في هذه العضلات ويزيد الهورمونات وخاصة هورمون التستسيرون الهورمون الذكوري وهورمون النمو وهورمون الأندرويد هورمون يعني مجموعة الهورمونات الذكورية والأنابوليك هورمون يعني الهورمونات التي تبني العضلات وبعدين هي أساس للجسم عضلات الساقين وهي أكبر مجموعة من العضلات The Biggest Muscle Group فبعدين ورا هاي رياضة الساقين نقدر نطيها استراحة يوم أو يومين زين وحتى نستفاد من الفوائد اللي شفناها في يوم الرياضة وبعدين أخير الأسبوع يمكن نسوي HIT HIT يعني High Intensity Interval Training في نهاية الأسبوع وقد نسوي مقاومة التدريب المقاومة وهذا يعتمد على كم مرة نسوي التمرين الرياضي وشقد عيده وشم مرة نسوي التمرين الرياضي سموه سيت أو سيت سيت وشم مرة نعيده فشم مرة نسوي التمرين الرياضي وشم مرة نعيد هذه السيتات وممكن نغيرها وهذا فشيء أساسي في التدريب على المقاومة فش نسوي نسوي 10 دقائق نحمي جسمنا وبعدين ندي بالشغل العنيف اللي هي مال مقاومة أما نستعمل أذقال وأما نستعمل وزن جسمنا والمدة تكون 55 دقيقة إلى 60 دقيقة شغل يعني مضبوط وصدقي وصدقي ليش لأنه 60 دقيقة كافية حتى ترفع الكورتزون إذا زدنا أزد من 60 دقيقة رح الكورتزون هورمون يصعد كلش عالي ورح يأثر على عملية النقاهة من إجراء التمارين يسموها recovery R-E-C-O recovery O-V-E-R-Y يعني النقاهة من التمارين إحنا من ننسوي تمارين رياضية رح يصير عندنا تمزقات في العضلات ميكروسكوبية وهيا لا نراها بالعين المجردة وإنما نراها عندما ناخذ سامبل من هاي العضلات يعني نماذج أو خزق بواسطة الأبر ونفحصها تحت الميكروسكوب وكذلك إذا زيدنا أكثر رح يصير تحفز للجهاز العصبي لأن كل حركة عضلة هي تعتمد على الجهاز العصبي بالحقيقة وعلى صحته وأيضا تتأثر على صناعة البروتين لأن العضلة تنمو بواسطة صناعة البروتين من قبل نواة خلايا الألياف العصبية اللي تتحفز بواسطة الحوافز اللي هي الحركة أو الأكل البروتين أو أكل الطاقة والكربوعدريد أو الهورمونات ولذلك فإحنا نحتاج أن نحفز نمو هذه العضلات مرة كل 48 ساعة يعني إذا سوينا رياضة مالة مقاومة لازم نفتح يومين حتى نسمح للعضلات بالبناء نفسها ونقاهتها ثم نسوي مرة الثانية رياضة مقاومة حتى نقو عضلاتنا بس الرياضيين كلش كلش البروفيشنال ممكن يسوون يوميا هم معتهم برنامجهم الخاص ونقاهتهم تكون أسرع وتدريبهم يكون غير شكل بس احنا نحك على الناس العاديين مثل ومثلك ولذلك فاحنا نسوي عدة أنماء تمارين وكل يوم شكل حتى نوزعها على الأسبوع وبعدين نوزعها على الشهر وبعدين نسوي نخطة للسنة كاملة والرياضيين حتى يعني من صفر إلى سنتين يعتبرهم مبتدئين تصور هذا الشغل فاحنا لازم نسوي نسوي يعني حوافز هاي الأضلات حتى تقوم بتتحمل وصير سريعة وصير قوية ولازم أنه إذا نسوي رياضة لازم نعرف إيش قد ارتفع معدل القلب الهارتريت والنقاها هل تكون هي بطيئة أو سريعة فكون شخص رح يختلف أكو ناس يطيبون بسرعة يعني يسوي اليوم رياضة عن إيفة ثاني يوم كل شو ما بي يقدر يسوي رياضة بس أكو ناس لا يحتاجون وقت فهتختلف حسب الشخص ولذلك الرياضة تكون أما عن إيفة أما تكون وسط وأما تكون قليلة وبعدين بالنسبة للرجلين فنشوف إحنا نسوي يعني رياضة للهامسترين مع الفخدين والقودريسب يعني مع الوركين والكالف يعني مع الساقين زين والتدريب لكل مجموعة من الأضلات هو يكون مرتين بالأسبوع بصورة مباشرة نركز على الأضلات على مجموعة هذه الأضلات ونسويها مرتين بالأسبوع ومرة نحرك هذه الأضلات بصورة غير مباشرة فهذه أساس في علم الرياضة ولذلك لازم نختار التمارين ونغيرها حتى نكون في حالة أمان وفي حالة صحة وما يصير عندنا مشاكل يعني نجريز أو ينقطع عندنا شيء أو نتمرض أو ننجريح وبعدين ما نقدر نسوي رياضة ونتوقف عن الرياضة فلازم ندير بالنا على نفسنا ونعرف يا عضل دا نحرك بصورتين مباشرة وشها عضلة تحرك هاي العضلات بصورتين غير مباشرة وانواع الرياضة هي عديدة ما المقاومة السيقواتينج وهي القرفصاء احنا بالعربي وبالعراق نسميها او نرفع ثقل ويسموها deadlift نرفع ثقل او نسوي نمدد الرجل او نحكي يعني الرجل نسوي لها كارل او نرفعها فهذه او نوقف ونتمدد نمدد جسمنا او نخلي الساق ونخلي علي وزن ونجلس او احنا واكفين فعدة فعدة انواع الرياضة وعدده لا يحصى وهي تعتمد على قابليتك وعلى واسك وعلى المدرس اللي رح يعلمك زين فاحنا مرات نسوي ويتد يعني نمدد الساق ونخلي عليها وزن ونخلي على كل مجموعة من العضلات فنسوي وزن ونسوي ديب سترتش يعني نمدد هاي العضلة الى اقصى ما يكون فمن نمددها هاي معناته رح يطول الفايبر او ليف العضلة ويسموه اكسنترك بينما من ننقلص العضلة رح تقصر شورت يعني الياف العضلات ولذلك الكل تمرين رح نسوي تقلص ونقصر الياف العضلة ونسوي تمدد ونطول الياف العضلة فهذه مهمة ان نفتهمها ويكون من المدد الرجل فهي رح نسوي الى اخر درجة من الحركة يعني اكبر معدل من الحركة نقدر نتحرك فعدة انواع من الرياضة ولذلك كل عضلة من الرياضة قلنا نجيبها الى التقلص وتصغر عضلاتها تصغر طول الياف العضلات وبعدين نمددها وتطول الياف العضلات وهذا وبعدين طول المدة هي ساعة اذا سوينا ساعة ونص رح يصير طويل يعني تسعين دقيقة ورح يأثر على نقاهة العضلات مرات اكو ناس قوائي يقدرون يساعة وربع it's ok فيعني حتى خمس طعش دقيقة زايد يعني لازم واحد يدير باله ويكون حذر للامان وللصحة وش قد نسوي سيت يعني شقد نعيد التمرين ممكن نعيده قليل ممكن نعيده متوسط ممكن نعيده هواية ممكن يعني نعيده قليل بس نعيده بس سيت نعيده عدة مرات يعني repetition نطول به ولذلك البروغرام يكون مثلا نقرر خمسة بخمسة يعني نسوي التمرين خمس مرات ونعيد هاي الخمس مرات هم خمس مرات ونسوي بلان أو نسوي خطة لمدة شهر مثلا نسوي سيت مع الرياضة نوع الرياضة تمرين ونعيده أربع مرات هذا السيت مع التمارين الرياضية أو ثمان مرات وهذا يكون نوعاً ثقيل تدريباً ثقيل إذا سيت مع التمارين الرياضية نعيده ثلاثة إلى خمس مرات فهذا يكون متوسط إذا مرتين إلى ثلاث مرات فيكون هذا قليل الإعادة مع السيتات ولازم دائماً أكو استراحة بين كل إعادة للسيت بين 2 إلى 4 دقائق لازم نستراحة وبالشهر الثاني هم نسوي خطة وقد نسوي الإعادة الريبيتيشن 8 إلى 12 مرة في كل مجموعة لتمارين الرياضية أو نسوي مرتين إلى 3 مرة سيت لكل مجموعة من العضلات وبعدين الاستراحة بين إعادة التمارين قد تكون 90 ثانية وهي دقيقة ونص أو دقيقتين أو دقيقتين ونص ونسوي مرات شهر رياضة عنيفة شهر الثاني نسويها متوسطة وبالنسبة للهايبروتروفي أو لتكبير حجم العضلات فإحنا لازم نعيد الدمارين الرياضية أكثر 5 إلى 30 مرة ولازم نغير ليش حتى لنضوج حتى ليش صار عندنا بوردم وحتى نستمر بالرياضة وما ننقطع عنها وننزل من العربان مثل ما قلتكم ونفقد القاعدة مالتنا بالرياضة والاستمرارية ولذلك لازم إحنا يعني سويتشنج يعني نقلب إلى الأمام وإلى الوراء ولكن هي عملية مستمرة خلال السنة و نلازم نلاحظ الفتنس أو صحة القلب والدورة الدموية ونشوف القوة ونشوف إج قدة تكبر العضلات وشون نحافظ على حجم كل مجموعة من العضلات وشون نغير اسلوب هذا الرياضة وشلون إحنا نبدي في الستاندرد في شغل الستاندرد اللي هو لتحمل واللي تقوية تحمل العضلات فنبدي أول يوم بالتحمل بالاسبوع بعدين ثاني يوم نبدي بالتريض الساقين ثالث يوم نشتغل على الكارديو نقوّل قلب وجهاز الدوران وجهاز التنفسي وبعدين ثالث يوم رابع يوم نسوي التدريب للمقاومة السترند وبعدين نرجع إلى ثمارين التحمل ونسوي ثمارين تكبير حجم العضلات وهكذا لازم إحنا عندنا معلومات إجداء نسوي ونكون سبيسيفيك يعني موهوسة وهذا كافي اليوم وشكرا